تنوين الغالي وهناك أيضا نوع من أنواع التنوين ولكن هو تنوين يسمى التنوين الغالي أي المغالفي تنوين يدخل على القافية المغلقة يعني لا يأتي طبيعيا كما في قولنا أقل اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا هذا يعني نوع مغالفي ومثله قول الشاعر رؤب بن العجاج وهذا مشهور كان يعني رجازا يعني رجازا يعني يقول شعر الرجز شعر من بحر معين وبحر الرجز يسمى حمار الشعراء أي تقال عليه إيه معظم الأشعار فمعظم من يعني ينظم ألفية كابن مالك وضعها على بحر الرجز الصيوط له ألفية في البديع والمعاني والبيان وهي عقود الجمان وضعها على بحر الرجز هناك مش عارف ألفية في الحديث وضعها العراقي أيضا على بحر الرجز لأنه بحر يحتمل أشياء كثيرة فالمنظومات والمطولات والملاحم توضع على هذا البحر فكان رؤبة وابنه العجاج مشهوران بذلك قال رؤبة ابن العجاج وقاتم الأعماق خاول مخترق مشتبه الأعنام لما عن خفق يصف الطريق يقول وقاتم قاتم أي عليه لون القتامة وقاتم الأعنام يعني العلم هو الجبل أو العلمات قاتم يعني غير واضحة وقاتم الأعنام خاول مخترق ليس فيه إيه إلا الرياح التي تخترقه مشتبه الأعنام لماع الخفق مشتبه طرقه مشتبه يدخل بعضها في بعض لماع الخفق أي الخافقين كما نقول لماع يعني تبرك كأن السماء اللي هو منتهى الطريق يدل على أنه طريق وعر خال فهذا البيت يقرأ ويقال له وقاتم الأعماق خاول مخترقا مشتبه الأعنام لماع الخفقا وله أيضا تنغيمه ويقال بإيقاع تطريب وتنغيم فهذا يسمى التنوين الغالي وهناك أيضا تنوين الحكاية إيه تنوين الحكاية؟ أقول مررت بمحمد فيأتي سائل فيقول من محمد هي محمد يعني هي من محمد ولكن هو على الحكاية يعني نقل الكلمة التي قال هذا يسمى تنوين الحكاية أي حكيت الاسم بتنوينه يعني كما قال الشعر أيضا الآخر ألا ليتا وهل تنفع الليتو انظر كأن كلمة ليتا اللي هي الحرف اسم جعلها اسم فرفعها بالضم وهل تنفع الليتو شبابا بوعا فاشتريتو وهناك أيضا من أنواع التنوين تنوين الضرورة وهذا يقع في الشعر وتنوين الشذوذ هذا يقع أيضا في الشعر ضرورة الشعر لسبك وحبك الوزن مع القافية النقطة الرابعة في تناولنا هي الأسماء والتنوين هل كل الأسماء تنون؟ لا بالطبع ليس كل الأسماء تنون الأسماء وموقفها من التنوين على النحو الآتي هناك أسماء لا تنون أبدا قطعا هذه ممنوعة من اللي هي المبنيات لا تنون أبدا مثل المبنيات كما قلنا كلمة إيه متى هذا أسماء الإشارة الضمائر هذه مبنيات لا تنون ولا يردها تنوينا أبدا إلا شزوذا يعني هؤلاء جاء في اللغة العربية هؤلاء هؤلاء هذه يعني لغة شاذة لا يعتد بها هي هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر هؤلاء وقد تحذف منها هاء التنبيه فتقول أولائي أولئك آبائي أولئك أولائكم إلى غير ذلك بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تا على الأنسى اقتصر وذانتان للمسنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع هذه أسماء الإشارة كما ذكرها ابن مالك في ألفية كلها مبنية كذلك الأسماء الموصولة من المبنيات محال أن يدخلها تنوين يعني موصول الأسماء الذي الأنسى التي وليا إذا ما ثني لا تثبت بل مات له أو له العلامة إلى غير ذلك كما عددها ابن مالك فإذا في أسماء لا تنون أبدا أيضا هناك الممنوعات من الصرف هذه المبنيات هناك إثنان الممنوعات من الصرف أي من التنوين والممنوع من الصرف كل الأسماء الأعجمية ممنوع من الصرف أي اسم لمؤنس حقيقي يمنع من الصرف سلمة ليلة عائشة فاطمة كلها تمنع من الصرف إلا إذا كان اسم العلم هذا المؤنس ثلاثي ساكن الوسط كما في هند يجوز أن أكل هند 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 كذلك في مصر مصرا مصر مصر فهي عالم مؤنس ولكنها تصرف فلا شيء في ذلك وأيضا من هذه وزن أفعل وفعلاء أحمر أبيض أخضر وكل اسم بوزن الفعل كما في أحمد واحد اسمه أحمد أقول أحمد الله هذه فعل مضارع وأحمد اسم واحد لذلك أحمد لا تنون أبدا كذلك عمر أي شيء بوزن فعل عمر زفر هبل لا تنون فلا أقول عمر وفرق ما بين عمر وعمر عمرا 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 هذه تنون عمر أما عمر فإنها محالة من عامر يعني في تحويل أشياء كده أي تخصصات فهي لا تنون ألبت كذلك أخر كذلك إيه كذلك أخر وهناك صيغ منتهى الجموع مصابيح قناديل عصائب فعائل فكل صيغ منتهى الجموع لا تنون ألبت أيضا تمنع من الصرف وكذلك الاسم المقصور وهو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة قبلها فتح مثل عصن فتن أيضا يكون منونا في حال تنكيره كما ترون والنون انظر أين توضع عصن لا على الألف اللينة هذه ولكن على على الحرف ما قبل الألف المقصورة على ما سنأتي عليه إذن هذه هي الأسماء والتنوين ليست كل الأسماء تنون ولكن بعض الأسماء ينون أما الاسم العادي وهو المتمكن اللي هو كما قلنا زيد محمد حكم رجل هذه أسماء متمكنة يرد عليها التنوين بل التنوين يسمى تنوين تمكين الصرف تنوين أتى مبينا معنا به يكون الاسم أمكنا أمكا متمكن سلس يعرف بعلامات الإعراب الطبيعية هذا بالنسبة للأسماء والتنوين النقطة الأخيرة والأهم تنوين النصب ما مشكلة التنوين مشكلة التنوين تكون في حالة النصب في حالة الرفع ضع ضمتين في حالة الجر ضع كسرتين على آخر حرف من حروف الاسم الذي تنونه بينما الأمر يختلف في النصب وخاصة في الأسماء التي تنتهي بهمز دعونا نرى ذلك على النحو الآتي السؤال الذي يفرض نفسه الآن كيف أنون الأسماء أقول مثلا حصلت على حكم قضائي انظروا لا شيء في ذلك يعني التنوين تضع حكم قضائي طيب عندما أقول أدركت أو حصلت حكما قضائيا انظر ماذا تغير هنا هذا التنوين وضعته على ألف هذه تسمى ألف التنوين قضائيا هنا كان الأصل قضائي هنا همز انتهت الهمز بياء وضعنا ألفا انظروا هذه تسمى ألف التنوين أيضا يعني الأصل في القاعدة على النحو الآتي عندما تضع تنوينا في حالة النصب يعني الفتحتين ضعه على ألف هذا هو الأصل وعليه قذ هذه القاعدة مشكلة التنوين يكون في حالة النصب والقاعدة الأصل فيها على النحو الآتي عندما تنوين الاسم في حالة النصب ضع التنوين على ألف بس هذه القاعدة باختصار هل هذا الأمر مضطرد يا دكتور لا فقط هناك استثناء في أربع أحوال على النحو الآتي أي كلمة تنتهي بتاء مربوطة أقول محكمة التنوين هكذا لا أضع ألفا انظروا محكمة التنوين فوق التاء المربوطة هكذا إثنان عندما تأتي الهمز على ألف فمثلا كلمة مل جاء أيضا ها هنا أضع التنوين على الهمز هكذا لا أحتاج إلى ألف انظر محكمة مل جاء الحالة الثالثة عندما يكون قبل الحرف الأخير ألفا أضع التنوين على الحرف الأخير مثلا في الإخلاء أقول أخذت إخلاء للمتهم إخلاء انظر أضع أين التنوين أضعه على الحرف مباشرة لماذا لم أضع ألفا هنا لأن هناك ألف سابقة هناك ألف وبعده ألف لا يصح هذا هنا الهمز أتت على ألف المحكمة التائل المربوطة لا يوضع بعدها ألف الحالة الرابعة هي حالة الاسم المقصور أي اسم مقصور يأتيك توضع همزته على الحرف الأخير أو على ما قبله فأقول فتن فتن التنوين يوضع على الحرف قبل الياء سنتحدث عن الياء فتن عصا انظر سواء كانت يعني ألف لينة ممدودة أو الألف اللينة مقصورة ولكن كلاهما اسم مقصور أي ينتهي بألف لازمة في آخره مفتوح ما قبلها فتن عصا لا أبعقت هذه الأربعة أحوال بعد ذلك ضع في حالة التنوين بالنصب ضع التنوين على ألف تنوين بس انتهى الأمر هذه هي قصة التنوين ومشاكل التنوين انظر التاء المربوطة هذه الهمز على ألف هذه الهمز التي قبلها ألف كلمة فتن عصا هذه الأحوال الأربعة تستثنى ما سوى ذلك ضع كل تنوين نصب على الحرف الأخير على الألف طيب أين يوضع التنوين هل يوضع على الألف هذه اللينة أو على فتن هذه الرقيقة اللينة أو على عصن هذه الألف الممدودة أو تلك الألف المقصورة والله هناك خلاف ولكن الأصح أن التنوين يوضع على الحرف قبل الألف لماذا لأن الألف ضعيفة لا تحتمل حركة والتنوين يعبر عن حركة فإذا الأصل أني أكتب حكما هكذا انظروا أهيه هذا هو التنوين أضعه هاهنا وفي عصن أيضا عصن أضع التنوين التنوين صح لا أضعه هنا يعني هنا خط أضعه هاهنا هذا هو الأفضل وهو الأولى كذلك فتن أما محكمة أضعه على التاء المربوط ملجأ أضعه على الهامس هذه هي قواعد التنوين وهذه هي قصة التنوين وحكايته على سبيل الإيجاز والاختصار البعض يقول أطلق والله ما أطلق الأمر يعني فيه أعماق أخرى ولكن هذه هي القواعد الرئيسة